السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أتمنى من الله أن الجماعة يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله الفيديو بتاعنا النهاردة مميز جدا 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 بسم الله ما شاء الله زي ما تقولوا كده يعني إيه ملابس الشتا بس مش أي ملابس بصوا يا جماعة مبدئيا كده أول حاجة أعملوا لي لايك ده مبدئيا تاني حاجة بعد مبدئيا لما بروح أجيب ملابس لي أو لأولادي صراحة يعني وبكل أمانة بلاقي أغلب الموديلات أوروبي عارفين أنتو في دماغي حاجات معينة كده بس ما بلاقيهاش خصوصا في المولات المحلي ده بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني في كل حاجة أنا كنت بدور عليها وأكيد في ناس كتير زي يعني أنا بدور مثلا على بجامات معينة بجامات شتوية مش عايزة بس حتة صغيرة كده وبنطلون نص بنطلون وبسبعين وبتمانيين وبمية وعشرين لا أنا بدور على الملابس الشتوية بصوا التقليدية الحاجات اللي بتدفي الحاجات اللي برضو فيها زوء وشكلها حلو والاستيل بتاعها جميل والموديلات بتاعتها حلوة وألوانها حلوة المهم المحلي ده يعني زي ما تقوله كده لوقطة ومبدأ أيام برضو يا جماعة المحلي ده موجود في أبهى أسواق السوريين اسمه الجمرة للملابس الجهزة بسم الله ما شاء الله في ملابس أطفال في ملابس قبار ملابس صغار في ملابس الشتا فيه الفروة اللي هي بتاعت أهل الجنوب الفروة الحريمي والرجالي طبعا دي مش يعرفها الأهل الجنوب بسم الله ما شاء الله بما إن عندنا دلوقتي برد جدا جدا وخصوصا في الليل فهتلاقوا الطلب على الحاجات اللي أنا بتكلم عليها دي عندهم برضو الله يكرمكوا زي ما انتم شايفين كده أحزية شباشب أحزية رياضية صنادل شباشب عادية كل حاجة موجودة بسم الله ما شاء الله زي ما قلتلكوا يا جماعة المحل ده موجود في أبها أسواء السوريين أسواء السوريين اللي هي مقابل صهر الأسعار أكيد يعني الناس اللي في أبها وفي الجنوب عارفين أسواء السوريين اسم المحل الجمرة للملابس الجهزة طيب الأسعار يا معبود الأسعار أنا مش هقولها لسبب واحد الناس دي فاتحين محل مش مول يعني مش رتاق أو سبيلاش أو سيتي ماكس هيقولولكم المكتوب لازم تاخدوا بيه لا الناس دي بتخفض يعني لو الحاجة بخمسين ممكن تاخدوها باربعين أقل شوية خمسة واربعين فهل حدود فعشان كده مش هشغلكوا بالأسعار ومع ذلك والله العظيم أسعارهم أرخص بكتير جدا من المولات الكبيرة بصراحة وعندهم بقى الحاجات زي ما قلتلكم للناس بتدور عليها الجواكة التقيلة بتاعت الشتر الفروة الشنط بتاعت الصفر الأحزية اللي انتوا شايفينها دي ملابس الأطفال عندهم بصوا في قمة الجمال بسم الله ما شاء الله شفت البجامات دي دي بناتي كده يعني تقريبا عمر عشر سنوات تمانية فعل حدود زي ما انتوا شايفين عندهم حاجات تركي عندهم سوري عندهم صيني عندهم وطني عندهم كل حاجة هاوريكوا واحدة واحدة برضو عندهم بجامات شتوي كده تحسوا منها جميلة يعني ايه الواحد يدفع فيها فلوس وهو ضميره مرتاح مش يروح يجب ملابس يحس انها حتة صغيرة كده يعني الفلوس اكتر منها لا بالعكس دي جميلة خالص وتقيلة وحلوة يعني تستاهل والله يعني الفلوس اللي واحد يدفعها فيها ما يزعلش عليها وعندهم فاستين برضو زي ما انتوا شايفين فاستين بنات اخر جمال بصراحة بسم الله ما شاء الله المحل ده يا جماعة برضو بقول وعيد وزيت تاني لان دائما انا بقولي العنوان وبكتبه في صندوق الوصف وبقوله وبكتبه في اول تعليق مسبت تحت الفيديو ومع ذلك الاقي الناس تقولي المكان ده فيه المكان ده يا جماعة موجود في ابها اسواق السوريين اسم المحل ده ده محل لكنه بسم الله ما شاء الله شامل كامل متكامل والكامل وجه الله المحل اسمه الجمرة للملابس الجهزة عنده ملابس اطفال ملابس موليد ملابس بناتي ولادي قبار كل حاجة رجالي حريمي ملابس الشتاء الشتاء بسم الله ما شاء الله ملابس الشتاء هناك كويسة جدا 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 زي ما انتوا شايفين ده ملابس موليد اسعاره حلوة جدا جدا وزي ما قلتلكو دول ناس دي جواكت على فكرة زي جاكات كده رجالي وفي البلطو البلطو بتاع الشتاء موجود هنا ممكن على فكرة البلطو ده ما عطش تلاقوه في مكان تاني يعني في مكان تانية مش بتلاقوه فيها الحاجات دي المحل ده عريق يا جماع عريق في حاجات حلوة جدا بصراحة يعني شفتوا دي برضو بيدل كده اطفال من سنتين وانتوا طالعين ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا الغالب على المحل هو اللبس الشتوي اه شفتوا حاجات تقيلة شفتوا دي مضبطنة من جوا ده ترينك شفتوا من جوا فارو زي القطيفة كده جميل على فكرة اكتر حاجة عجبتني في المحل ده هو اننا انا كنت جايشتري بالجماعات على فكرة منه الحمد لله لقيت طلب يعني عندهم حاجات تركي ممتازة وعندهم وطني وعندهم صيني كل حاجة موجودة وكل حاجة لها سعر اكتر حاجة عجبتني في المحل ده هو ان فيه ازواق كتير جدا وكلها بصوا يعني حاجات كده ايه محتشمة وحاجات تقيلة وحاجات جميلة يعني حاجات تحسوا ان هي معمولة اه للزوق العربي حلوة حاجات تقيلة وحاجات جميلة مش ستايل اوروبي بقى وحاجات حتات صغيرة ونص بنطلون نص بنطلون وربع قمة ونص قمة والحاجات دي فيش الكلام ده هي بجمات حلوة دي بجمات الشيطة برضو يا جماعة لبتتلبس تحت الملابس اه طبعا دي حلوة جدا هي بلوزة وكالسون حلوة جدا عندهم رجالي وعندهم حريمي وعندهم بناتي وعندهم ولادي عندهم كل المقاسات بسم الله ما شاء الله يعني من عمر سنة بعد مئة سنة بسم الله ما شاء الله عندهم قمصان بيت برضو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلوة خالص وزي ما قلتلكم الاسعار انا ما حبتش اشغلكم بالاسعار لان هما بيخفضوا جدا يعني الواحد يروح ويختار كل اللي هو عايزه ويخفضله يعني مثلا زي ما قلتلكم لو عندهم حاجة بخمسين ممكن تاخدوها باربعين بخمسة واربعين اقل شوية فهل حدود لذلك شفتوا القمصان عندهم تحفة ده جل بس جل اللي هو ايه بقى المقوة مش الخفيف قوي جميل فخامة بصراحة فخامة زي ما انتم شايفين ودي برضو حاجات بيتي كده دي قطيفة على فكرة ودي بتاع البنات كده عمر عشر سنين برضو جميلة خالص خالص نعمة وطرية وبسم الله ما شاء الله عندهم مجموعة كبيرة جدا من البجامات ومن البلوزات التركي هوريكوا دلوقتي البلوزات اللي نسا ما طلعتش فوق هو المحلة منقسم لقسمين ده القسم اللي تحت وشوية وهنطلع القسم اللي فوق خصوا البجامات دي اخر جمال ده جل نعم كده جميلة خالص 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 عندهم قطيفة عندهم شموة عندهم الجل اللي انتم شايفينه ده دي القطيفة اللي بقول لكم عليها حاجات تقيلة يعني زي ما قلتلكم حاجات ايه اه الواحد حتى لو دفع فيها فلوس يحس انها حاجات حلوة بصراحة عندهم شنط صفر عندهم احزية كل حاجة كل حاجة كل حاجة موجودة في المحل ده بسم الله ما شاء الله اه دي بجامات خفيفة كده تمشي صيفي على فكرة شفتوا بقى دي الحاجات اللي بقول لكم عليها فروة ما شاء الله عندهم حاجات دي سوري اللي بيدور على الحاجات دي اه هنا اهل الجنوب يعرفوا الحاجات دي جدا وكتير جدا بيدوروا عليها وبيشتروها لانها فعلا بتدفي بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده اللهم بارك اخر جمال بصراحة واللي فوق دي فستين من عمر السنة وانتو طالعين حد عشر سنوات شفتوا دي فروة برضو عندهم حاجات حلوة بصراحة عندهم حاجات جميلة خالص بدلوقتي هنطلع فوق وعندهم الجواكت اللي انتو شايفينها دي جواكت بناتي وولادي يعني زاكت زاكت حسوا انه قتقيل كده مش خفيف جميل خالص ما شاء الله عندهم الحاجات دي بارتو حلوة خالص كل الحاجات دي للشتاء كل الحاجات دي يا جماعة للشتاء شفتوا دي معمولة بالخيط شغل جميل جدا سوري وعندهم وطني برضو. دلوقتي هنطلع فوقه ووريكم الفروة. يعني كل القسم ده حريمي. كل الحاجات اللي انت شايفينها دي حريمي. بسم الله ما شاء الله. نقولي العنوان تاني عشان الناس اللي هتسألني. المحل ده يا جماعة موجود في ابها اسواق السوريين اسمه الجمرة للملابس الجهزة. اسواق السوريين طبعا مقابل صهر الاسعار. في شارع المطاحم. يعني. ما شاء الله. انا دايما بكتب الموقع في الموقع يعني عشان الناس تعرفين. شفتوا دي برضو للشتة جميلة خالص ما شاء الله. حاجات دي برضو اسعارها مبدئيا كده بتبدأ من ستين ريال. في بسبعين في بتمانين. عندهم لبس المدارس برضو. بتاع المتوسط وبتاع السنوي. بتاع السنوي الازرق وبتاع المتوسط التاني ده اللي هو. اللي تقريبا اخضر غامق ده. واللي فوق اللي انتم شايفينها دي برضو حاجات للشتة جميلة خالص. في سوري زي ما قلتلكم. وفي وطني. وفي آآ صيني. بسم الله ما شاء الله. اللي تحت دي. دي اللي فوق حاجات الشتة طبعا باينة خالصة هي واضحة بسم الله ما شاء الله. اللي تحت بقى آآ دي ملابس بيتي. يعني حاجات بتتلبس في البيت كده. فيها الفسكوز الناعم اللي هو الخفيف تا اللي زي القطن. وفيها الجل وفيها القطيفة زي ما انتم شايفين بحاول اوريكوا واحد كده. والالوان زي ما انتم بس تقيلة. تقيلة تقيلة يعني الواحد يلبسها خلاص يتدفع كده ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اخر جمال بصراحة. اخر جمال ما شاء الله. عمضهم برضو الجبات اللي هي الطنورة موجودة هناك جميلة خالص. شفتوا ده الفسكوز اللي بقول لكم عليه. حاجاتهم حلوة جدا جدا. والخمة كويسة مش من الخمة اللي هي بتكش. لا. دائما يعني ايه كنت باخد منهم كده من فترة. حاجاتهم حلوة بصراحة يعني. وزي ما قلت لكم بالنسبة الاسعار يا جماعة هم بيخفضوا جدا. لان دول مش بيقوا كان بين سعر على الملابس يعني. فالواحد لما بيروح اه دي طنورة بس اه يعني نظام الكلوش الواسع. ودي بقى الطنورات العادية. ما شاء الله اكتر ما بيدوروا عليها المدرسات. عندهم تشكيلة هيلة جدا. يعني في طويل وفي كلوش. دي الفروة بقى يا جماعة دي الفروة بسم الله ما شاء الله. جميلة خالص 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 زي ما انتم شايفين كده. عندهم تشكيلة حلوة جدا من حاجات الشتاء خصوصا الفروة. في رجالي وفي حريمي. عندهم شنط? عندهم ملابس تقيلة زي ما انتم شايفين. عندهم الحاجات اللي فوق دي برضو. زي الفروة كده. ما شاء الله. عندهم بناطيل برضو. نورية حلوة الخامة كويسة. اللي هيسألني على العنوان يا جماعة المحل ده موجود في اسواق السوريين. اسمه الجمرة للملابس الجهزة. ما شاء الله. آه عندهم حاجات حلوة دوب البندة. دي البجامات بقى اللي انا خدت منها جميلة خالص خالص. وبصراحة الوانها جميلة ومقساتها حلوة. وعلى فكرة هناك مقسات كبيرة جدا جدا. هناك آآ ميديم وسمول ولارج واكس لارج. لحد تقريبا اربعة اكس لارج. يعني مقسات كبيرة. وجميلة خالص بصراحة. عايز اوريكو بس ايوان خدت من الحاجات دي بس على غم شوية. بصراحة فخامة في اللبس ومريحة جدا وبتدفي. معاجة في الموضوع انها بتدفي. واسعارها انا اجزم لكم ان انتم مش هتلاقوها في اي مكان فقبها. مش هتلاقوها في اي مكان غير في المحل ده. الموديلات اللي عندهم اصلا يعني تحفى بصراحة. تحفى م شاء الله. عندهم الجواكت اللي بتدفي اللي انتم شايفينها الجميلة دي. اللي فوق دي بقى بلوزات تركي. عندهم برضو تشكيلة حلوة جدا من البلوزات التركي. بسم الله م شاء الله. زي ما انتم شايفين. وزي ما قلتلكو يا جماعة الاسعار هم بيخفضوا. يعني الواحد يشتري. وزي ما قلتلكو هم بيخفضوا. دمحل مش مول. فمش هتلاقوه يعني كاتب الاسعار على الملابس. بس الناس اللي هناك والله محترمين جدا وبيخفضوا على طول. يعني هم بيحبوا يكسبوا زباين. اللي يروح برضو يا جماعة لو حد يعني حب يروح يشتري من هناك يقول لهم ان هو جاي تبع القناة. ان شاء الله يعمل له خصم كويس بازن الله العظيم. زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلتلكم الخامة بسم الله ما شاء الله. التصميمات روعة هي دي الحاجات بصوا التقليدية. حاجاتنا احنا العرب والمسلمين. آآ تحسوا ان كل التصميمات اللي هنا تصميمات معمولة للعرب. للمسلمين. حاجات كده تقيلة وحاجات دافية وحاجات جميلة. حاجات فيها حشمة وفيها ستر. بسم الله ما شاء الله. والاسعار ممتازة والله. ممتازة. ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ودي برضو اللي انا هورديكم. هحاولي اطلع بره ووريكم المحل منبرة. الحاجات دي للشتة برضو. شكلها جميل خالص. بسم الله ما شاء الله. المحل يا جماعة منبرة. هطلعنا. آآ ده موجود المحل ده في اسواء السوريين. ده اسواء السوريين من الشارع المقابل. مش اللي عند صهر الاسعار. هو المحل ده على فكرة مفتوح على شارعين. آآ. ده الشارع بقى اللي هو جنب البطاطين والمفارش والحاجات دي. اسمه اهو. الجمرة للملابس الجهزة. بسم الله ما شاء الله. في كل حاجة. كل ما يخطر على بالكم موجود في المحل ده. ملابس شتوية ملابس صيف. احزية. شنط للسفر. شنط عادية. شنط حريمي. فروة رجالي. فروة حريمي. كل حاجة موجودة. الجواكت. الجواكت بقى هناك تحفة. هناك برضو البلطو بتاع الشتة للناس اللي بتدور على البلطو. وطبعا يا جماعة ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهار ده. كله شتوي. موديلات جميلة. اسعار ممتازة. بسم الله ما شاء الله. انعجبكم الفيديو. بس يعني ايه شجعونا بلايك. كل يروح يشتري من المحل ده. يقوله ان هو طبع القناة. عشان يعمله خصم. ان شاء الله بازن الله العظيم. اسم المحل تاني. الجمرة للملابس الجهزة موجود في اسواق السوريين. مقابل صاهر الاسعار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.